موسيقى في أول زيارة رسمية له إلى موسكو يلتقي رئيس الهزراء محمد الشيعة السوداني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار لقاء قمة يتضمن بحث قضايا استراتيجية تخص السلم العالمي وملف الطاقة والتزام العراق بتسوية الديون لتأثيرها على تصنيف العراق الانتماني الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة وجهها بوتين للسوداني والتي تشمل مشاركته في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي يمثل بحسب مراقبين فرصة مهمة لتوسعة أفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتي تلعب روسيا دورا مهما فيها من حيث شراكاتها النفطية في العراق بوتين كشف عن إجمالية استثمارات روسيا في العراق إذ بلغ بحسبه تسعة عشر مليار دولار تعمل حاليا قرابة خمسين شركة روسية في العراق ووفقا للرئيس الروسي فإن انخفاض التجارة بين البلدين هذا العام تأتي بعد ارتفاعها العام الماضي بنسبة ثلاثة وأربعين بالمئة رسائل موسكو لدعم العراق على صعيد تنمية وتطوير مشاريعها سيما مشروع طريقة تنمية ركزت فيه موسكو على دعم تنويع اقتصاد العراق في سياق الدعم الروسي لتعزيز بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلد الملفات العراقية الروسية لم تكن هي الوحيدة على طاولة لقاء بين الرئيسين فملف العنف الاسرائيلي الفلسطيني كان حاضرا بقوة إذا أكد بوتين أن ما يجري في غزة دليل على ضعف إدارة واشنطن في الشرق الأوسط أحداث القصف الاسرائيلي على غزة حركت العراق للطلب من روسيا بدعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتحرك العاجل وإقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية واستهداف المدنيين فيها اشتركوا في القناة